صاحب الغبطة البطريارك يوحنى العاشر الكلي الطوبة أصحاب السيادة والمعالي والسعادة أعزائي الخرجين وعائلاتهم أيها الحفل الكريم يسعدني اليوم أن أشارككم حفلة تخرجكم هذا تخرجكم من جامعة أحببتموها وأحبتكم تألمت لحزنكم وابتهجت لفرحكم هذه الجامعة الأم تحزن لمغادرتكم حزن الأم لسفر أولادها ولكنها تذرف دموع الفرح لأنها أودعتكم بذوراً إذا ما أحسنتم زرعها تفتحت مستقبلاً زاهراً مليئاً بالرجاء مفعماً بحب الحياة وبريق الأمل في هذا اليوم أستودعكم ببعض الخواطر خواطر أعتبرها وصايا الأب لابنه أصيكم بالتواضع فهو من شيم أهل العلم والمعرفة هو الطريق الأقرب لقلوب الناس والمثال الأجدى أن يُحتزى به إنه دليل الإيمان الحق والرجاء الصالح أصيكم أن تحلموا فالحلم أساس الحياة فمن لا يجرؤ أن يحلم لا يجرؤ أن يعيش أحلامكم إذا ما اقترنت بالعلم والمعرفة أصبحت سبيل النجاح وطريق المستقبل واعلموا أن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين يفترشون الأرض كما قال جبران خليل جبران أصيكم أن لا تخافوا الفشل فمنه تنبعثوا شرارة الإبداع اجعلوا من فشلكم سبباً للنهوض نحو مستقبل مشرق وحياة أفضل أصيكم أن تحفظوا كرماتكم واعلموا أنها أغلى ما عندكم ضعوها حيث لا يمكن أن تلامسوها ولا تدخلوها جيوبكم كي لا تدفعوا منها ثمناً لمصالحكم فالكرامة لا تباع ولا تشترى ولا تسترد أصيكم أن تحترموا الوقت أن تخضروا الدقيقة في الساعة والثانية في الدقيقة فالوقت كما المال قمته فيما تفعل به والوقت كالكرامة فحرية الفكر هي السبيل إلى الإبداع وهي أمل الشعوب في التطور ورجاء الأوطان في الإصلاح أصيكم أن تحيوا بمخافة الله وحفظ تعاليمه فالأديان يجب أن تمارس وأن تكون أسلوب حياة لا كلمات نرددها في دور العبادة ونحيا بعكس ما تقول كونوا المبشرين بالسلام والمحبة والتعايش بين الأديان نابذين الحقد والكراهية والمتاجر بالشعائر الدينية أحب بعضكم بعضاً كما قال السيد المسيح وتذكروا أن الخلق كلهم عيال الله أحبهم إليه أنفعهم لعياله كما جاء في الحديث الشريف أصيكم أن تحفظوا جسدكم فهو هبة من الله ومسكن الروح فيكم فلا تنهكوه بالسهر ولا تحتقروه بما لا يليق بأخلاقكم وحسن تربيتكم فإن أصابكم النعاس اسمحوا للنوم أن يتسلل لعيونكم ولكن لا تسمحوا للنوم أن يصيب ضمائركم أصيكم أن تحبوا وتحترموا أهلكم فهم بركة السماء على الأرض ورضاهم من رضا الخالق هم الجنود المجهولون الذين يبذلون دماءهم لتربحوا أنتم حروب الحياة وتنعموا بغنائم النصر أوسيكم أن تنتقوا أصدقاءكم فالصديق المزيف هو كالظل يسير معكم في الشمس ويهجركم إذا حل الظلام أوسيكم بالكرمي وبصنع الخير فكلما أعطيتم بلا مقابل كلما رزقتم بلا توقع اعملوا الخير بصوت هادئ لأن أعمالكم تتحدث عنكم بصوت مرتفع أخيراً أوسيكم أن لا تنسوا ما تعلمتم من علم وأخلاق ومعرفة اذكروا جمعتكم ومن علمكم اذكروا من ألهمكم ومن ساعدكم كونوا أوفياء لأهلكم ومجتمعكم ووطنكم وطناً يرقى إلى مستوى أحلامكم وطناً يحفظ أولاده لأهلهم ولا يقطات من هجرة أبنائه هنيئاً لكم تخرجكم هنيئاً لكل من ساهم وساعد في إصالكم إلى ما أنتم عليه اليوم عشتم عاشة جامعة البلمان وعاشة لبنان ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم